ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر 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 وأشهر جعله مشهورا جعله مشهورا هذا من فضل الله على الخلق على لسان الشافعي أشهره على لسان الشافعي هو علم الأصول مركوز في الناس قبل الشافعي علم الأصول مركوز يعني ركيز مركوز يعني في الناس قبل الشافعي يو بري الشافعي لا يفعل لك علم مستقل كم ينكو نحو نحو كان مركوزا في العرب يو بري أبو الأصول الدولي قال يو لا يفعل لك علم مستقل لك اسمعنا ولا سواء الله من السيدة ابن الله الحاج رحمه الله تعالى أفر في مراقيه أقول أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي علم الطالبي وغيره أي من الأربي والعلماء كانت له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة غير الشافعي كان علم الأصول له سليقة يعني طبعه يعرفون العام ويعرفون الخاص ويعرفون دلالة الأمر ودلالة النهي ويعني التقييد والتخصيص يعرفون هذه الأشياء بسلاق نعم إذن على لسان الشافعي وهوانه جعله هينا وسهلا نعم فهو الذي له ابتداء ودونا إمام الشافعي أدوله موفلو دمي علم الأصول سفي كفنن مستقلن كفنن مستقلن نعم باري زمن التدوين يتلليه ومباشر موفلو الملتم ما كان في أسرهم التدوين ما كانوا يكتبون العلوم أصلا العلوم كانت تحفظ هكذا من غير الكتاب واضح نعم ثم جاء أسر التدوين يعني فبلا الناس يدوينون يعني يكتبون كتبوا في الهديث كتبوا في الفقه وكتبوا وما كذا نعم نعم تابعته الناس مولنا دبول إمام الشافعين وماذلك أي من فلوسفه قال من كتاب من شريط ولم الرسالة كتابه الرسالة ولم أول ما كتب في الأصول اسمه الرسالة تابعته الناس ونحن نقول لإمام الشافعين ونحن نتأليه مجانا حتى صارة كتباً صغار الهجمي أو كباراً علم الأصول كتابة والتأليه كتابة والتيمى كرنان قومة سيادت كتابة والتأليه كتابة والتيمى كتابة والتيمى كتابة والتيمى كتابة والتيمى كرما ما شخص الله يحفظه ويرزقه حسن الخاتمة كتابه سفى نظم في الأصول يعني الطالب والطلب منه أن ينظم شيئا في الأصول فرقوش فرقوش لي كتابه سفى علم الأصول جزائري إن أتاني نعب القراتي هو كنظم نظمه يعني إن كافاكو إن ينكوه لكراه بل وعده لكافاكو إلا نبيت دول ما موسون كافاك موسون بعد نعم خيرو كتبه السغار ما سمي بالوارقاتي فرقوش على كتابه دولو والسلم الأصول خيرو كتبه السغار ما سمي بالوارقاتي للإمام الحرامي الإمام الجويني على كتابه مع سفى وارقاتي وما على كتابه لكنا كيرا مع بالت يعني أتفعني وارقاتي في مقدمة كتابه أكو هذه وارقات يقول شرعه لكو لما نقال هذه وارقات تشويقا للطالب وتواضعا منه يقول هذه وارقات يشويقك يعني أن تقرأ لأن وارقات خفيفة يعني يشجعك أن تقرأها ليست كثيرة وفي الوقت نفسه يدل على تواضعه رحمه الله نعم وقد سئلت مدة لنظمه أقول ينجي لنكالي ينجي لنبلغوش جم فرنغا كتابه ونينك السكوات موفلول رحمه الله إلى تعليفة في مبابجة طلب ليس يعني للكسب وليس لطلب الظهور إنما غالب مؤسف النفاتهم طلب طلب منهم يعني نيبل يعني بخاري يعني نيسيهو أكرم مولئا اخترا ونجي نتا نمو جمعوك يجمع صحيح فرنغا كتابه بخاري رسالة المزيق قرواني مولئا نينا بلقراسك غالب الكتب يعني كافو إنهو كنين سفين نا نا أقولكم مسهيرا لماذا طلب مني نظمه مسهيرا لحفظه فروء التنقوز السونية باري المعروف المتقرر ولمكم يعني النظم أبقى يعني من النذر ولا صاحب الذي وصلنا من الشعر الجاهلي أكثر من الخطب الجاهلي ما أنهم كانوا يخطبون كما كانوا يقولون الشعر قد باري ينسى المساهيرا لعظه وفهمه وما فهمه بعد في نظر باري المعروف ولمكم فهم النذر أسهل من فهم النظر نا ولم هذا هو المشهور يعني نا لكن ويقصد نيته أنه أراد أن يكون فهمه أيضا سهلا نا زال الله خيرا وقد سعى في ذلك نا نا فَلَمَا أَجِلْ مِمَّا سُئِلْتُ بُدَّةِ مَنْ تَعْمَا مَنَاصًا وَمَخْرَجًا مِمَّا تُلِبَ مِنِّي مَنْ قَنَدُ لَاجِبِ فَمَطَ يَمَنْ جِنِمْ بُدْ نا شراعة شراعة تُمَنَا دَخَلْب في هذا العمل لن تن دو قوة جمعه يعني مستمددًا أقلب المدد زيادة مستمددًا حال حال كوني مستمددًا أي طالبان المدد من الله عز و جل نا أطلب منه التوفيق ولم من دابنت انشاء الله يجعلنا من مباده الموفقين نا أطلب منه التوفيق على يدل أنسان عاجز يعني ينبغي دائمًا أن يظل مستعينًا وطالبًا التوفيق من ربه مستعينًا بربه وطالبًا التوفيق منه نا نا نفد نفد داره في الكتب ألا سي نفع كتابه يعني لو أخلص الإنسان لله عز و جل نا له نفع إخلاصه في الدناء والآخر نسأل الله يرزقنا الإخلاص كيبالو رحمه الله تليلنجل بي يكمولها كله بلن هذا إشعر إلينا جميعًا أن يبغى أن نحرس أن نخلص في تعلمنا وفي تعليمنا لكي يعني نستفيد بالداره نسأل الله يرزقنا الإخلاص ويجنبنا الرياء والسمعة ومن جميع أنواع مضطلات الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا والله تعالى على ولم قدر سبحانه في الله طلب المدد ولم أطلب المدد لا